لما نقول دمس علاجه ايه؟ نذهب به للمشعوذين والدجالين؟ ابدا لانت لما تروح لواحد متزن مفوش حاجة خالص لمشعوذ او لدجال يلغبط له جسمه ليه؟ لان الملائكة هتنفر والشياطين هتكثر يبقى لو مش فيها يبقى فيه اما نعمل ايه؟ نهرع الى القرآن الكريم زي ما عللنا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا رقية كبيرة ورقية صغيرة هو النبي قال لقو الرقية يا مشايخ؟ لا بس احنا جمعنا اللي ارى النبي على فلان واللي ارى على فلان واللي ارى على فلان واللي اوصى بيه فلان جمعنا ده كله خلي بالك وقلنا هو النبي وصى هنا لإيه بإيه؟ وهنا وصى إيه بإيه؟ خلي بالك فاخذنا هذا الكلام كله من منطلق ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل الممسوس ده يعمل له ايه اول شيء نغير ما هو عليه يعني ايه نغير ما هو عليه تغيير تدريجي هو اصبح يميل للانطوائية بيحبش اجتماع الناس طيب فلما اندخلوا حد يقعد معانا اندخلوا حد بيحبه حد أليف لا يكلموا بقى في مشكله ولا يكلموا في امراضه ولا 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 انما يحاولوا ان يسمع منه لما تخشله اسمع منه بس ولما تناقشه نقشه منقشة بسيطة جدا انا بقول الكلام ده ليه لان البعض بيتباهي يقولك ده انا حاضر على فلان جن وعد تكلمه انت بتضر لفلان يا حبيبي ما انتش بتسمع له وما انتش بتعمل حاجة حلو وفلان عارف الجن اللي عليه قال لي ان فلان اللي عامل العمل يا حبيبي الجن كذاب الجن ايه كذاب لا تسمع له فاحنا نعمل ايه نجيب فلان ده وبعدين ما يقراش هو لانه مش يستطيع القراية انما نقرأ عليه احنا كل يوم لمدة واحد وعشرين يوم نقرأ عليه الفتحة سبع مرات وصورة البقرة ان استطعنا كاملة مرة وصورة ياسين ان استطعنا ثلاث مرات وصورة الصفات مرة وصورة المؤمنون مرة وبعدين صورة الكافرون سبع مرات الاخلاص سبع مرات المعوذتين كل صورة سبع مرات وبعدين نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة تقدر تقرأ وهو قدامك بأكويس ما تقدرش اقراهم برا على مية وخليه يشربهم ويا حبذا لو غسل بهم وجهه ويده وبعضا من اعضائه عدى قدميه احتراما لكدسية القرآن الكريم نعم الكباية المية يبقى مسكها ازاي حاضر يا سيد احمد حاضر سيد احمد يقول لك كباية المية يبقى مسكها ازاي يبدأ الاراية كده يا سيد احمد يا سيد احمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين وبعدين يحطها قدامه كده هو مسك المصحف خلاص هو نفسه تحركها وانتهت القضية هيبدأ اعرى كل الاراية وهي قدامه كده وبعد كده يسقيها له واحد وعشرين يوم ان شاء الله هيلاقي الامور بدأت تتحسن فكل ما الامور تتحسن كل ما نبدأ نغير الامور تدريجيا ان prochainين نصل الضغر طب هو كره الصلاة خلاص سيب الصلاة ما تقوله الصلاة هو كره الزكر ما تقوله الزكر كره الصلاة عن النبي ما تقوله الصلاة عن النبي كره مراته ماشي مراته دلوقتي خلي بالك فتعامل معه تعاملاً رقيقاً تعاملاً خبيراً مش تعاملاً غشيماً